تمام خبر كمان عن ريال مدريد ريال مدريد بيجدد عقد مدريش طبعا سنة كمان تجديد عقد نجمه الكبير وده اللي يمكن قلناه الحلقة اللي فاتت ان مدريش كمان كان عنده عروض كثيرة وعروض مغرية جدا من الدور السعودي لكن ريال مدريد قال في بيان رسمي اتفق النادي مع اللاعب له كمدريش على تمديد عقده حتى 30 يونيو 20-24 واضاف ان طبعا وصل مدريش طبعا ليه ريال مدريد او انضم ليه صفوف ريال مدريد من 2012 11 سنة بيقدمها بشكل اكتر من رائع خاض من خلالها 488 مباراة فاز ب23 لقب بما فيهم طبعا خمس دوريات ابطال اوروبا وخمس كؤوس عالم للاندية اربع كؤوس سوبر الاوروبي ثلاث دوريات اسبانية ولقبين في كاسل ملك اسبانيا اربع كؤوس على مستوى السوبر الاسباني كمان الموقع قال ان في مسيرة الحياة مدرش كلاعب في ريال مدريد انه فاز باهم الجوائز الفردية كمان مش على المستوى الجماعي فاز بالكرة الزهبية اللي طبعا لاحسن لاعب في العالم في 2018 والافضل في العالم في نفس العام وافضل لاعب على مستوى الاتحاد الاوروبي عن موسم 2017-2018 كمان تم اختياره كجزء من التشكيل المثالية في الفيفا للمرة الستة في تاريخه في هذا الموسم مدرش الحقيقة يعني نموذج مختلف تماما مدرش الحقيقة يعني 38 سنة لاعب حتى على مستوى منتخب الكرواتي بيقدي اداء ولا اروع وشوفنا ده حتى في دوري الامم الاوروبية وشد فرقيته للوصول للمبرارة النهائية واخسرها بصعوبة امام المنتخب الاسفاني بتبص على مدرش من خلال ريال مدريد بتلاقي هو محور اللعب الاساسي لاعب محوري بشكل كبير جدا لاعب عنده القدرة البدنية الكبيرة جدا رغم وصوله ل38 سنة بالرغم عن كل ده كمان على مستوى الشخصية هو كمان اجل شوية اعتقاد الشخصي اجل شوية الانتقال للدور السعودي للمسم بعد القادم هو كمان عايز يقدم المزيد والمزيد مع ريال مدريد وبالتالي جدد عقده للسنة اللي جاية برغم ان اذا ما اقول لحضراتكم كان فيه عروض كثيرة جدا من الاندية السعودية بارقام كبيرة جدا ولكن كمان اعتقد حب مدرش والاستقرار كمان الاسري اللي موجود في ريال مدريد وتطلعه للمزيد من البطولات يعني مع الريال اعتقد نموذج رائع للاعب الحقيقة رائع في تاريخ الكرة العالمية مش في تاريخ ريال مدريد او على مستوى المنتخب الكرواتي طيب كمان الموقع بتاع ريال مدريد اختتم وقال بالاضافة لمدريد فاس كمان بفضية كاس العالم 2018 وبرنزية كاس العالم طبعا زي ما حضراتكم عارفين فيه عشرين اتنين وعشرين دي كانت الاخبار السريعة لكن كمان عندنا الصحف العالمية قالت ايه في المحترف موسيقى اشتركوا في القليل